يوم الثلاثة والأربعة اللي فاته كان المباراة الأخيرة في دور المجموعات رأيك بصفة عامة عن الدور دوت المجموعات يعني كانت مباراة قوية جداً ولو في مفاجآت بالنسبة لك حصلت ممكن تتكلمنا عنه يعني كان جولة الستة اللي هي الثلاثة والأربعة كانت جولة الحسم الحسم انه كان تقريباً مش تقريباً كان 11 فريق ضمن التأهل وكانت بقى خمسة سبحان الله كانت تلات مجموعات كان فيهم يعني بقى مركز 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 ومجموعة الوحيدة اللي هي السبع كان بقى حدش عارف مين اللي هي صعد لسه المجموعة كلها كانت مطلقات ما حدش عارف الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع تحدد كل ده في الجولة الستة يمكن المباراة الأخيرة بتتحدد وإحنا قاعدين دلوقتي مباراة فيا ريال وأطالنطا فيا ريال 2-0 على أطالنطا في الشرط الأولاني أعتقد يا فطريق مفتولها أنهم ما هيكفيهم التعادل اللي تقال وإن كان طبعاً ما فيش شيء مضموم في كورة القدم انتهت حجبة من حجبة مهمة من متعة كورة القدم في دور الأبطال السنة دور المجمعات بـ 96 مباراة مباراة بـ 96 بتتلعب بالوقتي وهنبدأ بقى حجبة أهم الدور النقاوت لما تتعمل القرى إن شاء الله يوم الاتنين اللي جاي في رأيي ما فيش مفاجآت إذا حطينا في الاعتبار وضع برشولنا السيء أساساً من بداية الموسم فبالتالي ما يعتبرش مفاجأة لمتابعة كورة القدم لكن بشكل عام لو قلت قبل كده كانت تبقى مفاجأة بصراحة كبيرة جداً إنه برشولنا هيخوك بس طبعاً هي يعني فيه ريكورد سلبي جداً لبرشولنا طبعاً من 2001 برشولنا لم يغادر دور المجموعات في الشامس ليكا الأوروبي وأبطال أوروبا من 20 سنة من 2001 وكان الخروج طبعاً فيه السنة دي وكان صدمة كبيرة ولكن زي ما أنت بتقول اللي شايف برشولنا خلال السنات وخلال أداءه رغم يمكن الأمال الكبيرة على تشافي والمنقذ لكن بانت أو الفروق على المستوى للفرق الكبيرة طبعاً لأن خطأ دورة برشولنا لما كان عندهم المنتخب اللي هو من كوكب أخر عصد الفريق اللي كان من كوكب أخر ده ما عملوش حساب الزمن ده أو اليوم ده إن في النهاية هذه النجوم هيقفل نجمها أو يعني هتختفي زي ما حصل مع ميستيز مع تشافي مع أنيستا وفي النهاية أو يقول بقى وبقية الكوكبة وفي النهاية حتى نيمار لما سابه مرحى باريسان جرمان النهار ده بقى الفريق ضعيف جداً ضعيف تماماً مع وجود مركز السابع في اللي جا أمله في اللي جا صعب جداً يعني تخيل أمل برشولون أن يشارك السنة الجاية في دورة أبطال أوروبا متعلق بحاجة واحدة بس أن يفوز بالأوروبا ليده ده طبعاً كمان على مستوى طموحات محدش كان يتصور أن أقصى طموحات مشجعي برشولونة هو الحصول على الأوروبا ليده لكن طبعاً دي أحوال الكرت القدم ويجب على طبعاً إدارة برشولونة تعمل ثورة كبيرة جداً في الفريق من خلال تعقدات جديدة من خلال أسماء كبيرة على مستوى برشولونة